اشتركوا في القناة في إفساد المجتمع المرأة التي تخرج بهذه الصفة خرجت لتكون أحد جنود إبليس في إفساد المجتمع أي والله خرجت من بيتها والذي أخرجها إبليس والذي دعاها إلى هذا الخروج الشيطان تتزين تتجمل تتعطر تتحلى ثم تخرج في الأسواق لتكون أهدفا للشيطان في إقاع الفتنة وإثارة الفاحشة في الذين آمنوا فالمتبرجة هي بهذا التبرج أصبحت من جنود إبليس من أعوان الشيطان في إفساد المجتمعات قال المتبرجات المتخيلات وهذا من الخيلة وهو الكذر وسبحان الله فيه تلازم بين التبرج والخيلة فيه تلازم بين التبرج والخيلة إذا تبرجت وتزينت وتعطرت وتجملت بأي صفة تخرج في الشارع وفي السوق هل تخرج بصفة متطامنة متواضعة منكسرة ذالة لله سبحانه وتعالى أم أنها تخرج مختالة متعالية مترفعة فيها الكبر وفيها العجب بنفسها وبهيئتها ومنظرها ففيه تلازم بين الخيلة والتبرج كما أنه ثم تتلازم بين الحشمة والحياء كما أنه ثم تتلازم بين الحشمة والحياء المرأة المحتشمة الحياء فيها مفعم وقلبها ممتلئ به بينما المرأة المتبرجة طرحت جلباب الحياء ولبست بدله جلباب الكبر والعجب والغرور مما يجني عليها في حياتها ومما يكون به مضرة عليها في حياتها الزوجية في حياتها كلها